كما أكد سيف الزري الشامسي أن هناك استغلالا من أصحاب النفوس الضعيفة للمجتمع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية ومحاولة الاستيلاء على الحسابات البنكية الخاصة بأفراد المجتمع اليوم الاعتماد أصبح حتى في المشتريات أصبح من خلال استخدام هذه الوسائل التقنية وبالتالي نعلم كان هناك في استغلال من أصحاب النفوس الضعيفة في إلطاحها بأفراد المجتمع خاصة في عملية موضوع الحسابات البنكية والتواصل هناك وجود شركة تقوم بعملية ربحية رجاء منك أنك تتعامل معنا وإدخال حساباتك هذا هو التخوف الأكبر والحسابات المزورة ولكن الحمد هناك مجرد أبلاغنا في القسم المعني في إدارة التحريات والنباحة الجنية يتم متابعة هذا الموضوع لكن يمكن نقص الوعي للمجتمع في عامية الإبلاغ ترجمة نانسي قنقر